فيلمنا بيبدأ في حفلة على سفينة كبيرة وبيبقى كل الموجودين على السفينة مبسوطين ومستمتعين بوقتهم مع ده بنت صغيرة اسمها كيتي بتبقى حاسة بملل لانها قعدة لوحدها ومعها لعبة الكلمات اللي بتلعب بيها لحد ما بيجي لها قبطان السفينة وبيارد عليها انها ترقص معها في الحفلة وبتبقى السفينة جواها جميل والكل بيرقص لحد ما حد بيشاغل مكرة معينة وبتبدأ انها تشد سلك رفاية حد جدا بيطلع ملفوف حوالين ساحة الرأس وبمجرد ما المكرة دي بتشده بسرعة كبيرة بيعد السلك ده من خلال كل الناس اللي بترقص وبيقتلهم فورا لانه من حدته بيقسمه من الصين واللي بيقسم راسه او جسمه وبيبدأ كل الضيوف بيقع واحد ورا التاني وما بيفضلش حد واقف غير القبطان وكيتي وبتبقى كيتي هي الوحيدة اللي عايشها لانها طفلة صغيرة والسلك عادة من فوق رأسها لكنه بيكون وصل لراس القبطان وبتتقسم نصين قدام البنت وبتفضل تسرخ من الرعب اللي هي فيه وبيعد الوقت وبنروح لفريق انقاذ بحري مهمته انقاذ السفن الغرقانة في البحر بيبقى قائدهم اسمه مورف وهو اللي بيوجههم في حالة مواجهتهم لأي خطر او مشاكل وبيكون الفريق كله بيحاول انه ينقذ سفينة كانت غرقانة لكن وزنها بيبقى كبير جدا ومش قادرين انهم يسحبوها بسفينتهم فبيأمرهم مورف انهم يسيبوا السفينة المهجورة لانها لو غرقت هتسحبهم معها كلهم بكل سهولة لكن واحدة من الفريق اسمها مورين بترفض انها تسيب السفينة تغرق بعد ثلاث شهور محاولات لانقاذها وانتشالها من القاعة وبتقرر من نفسها انها تروح للسفينة وتعرف سبب زيادة وزنها واما بتدخلها بتلاقي ان فيها شرخ كبير بيسرب جواها مية وده سبب زيادة وزنها تدرجيا وبيأمرها مورف انها تسيب السفينة حالا هي ومندر ودوجي اللي معاها لكنها بتنطف السفينة وبتبدأ في الحام الشرخ الموجود وبينزل زميلها وراها عشان يساعدوها وبيكونوا السبب ان السفينة ما تغرقش وبيرجعوا بأمان للمينة وبيبقوا بمبلغ كبير كمان وبيروح الفريق كله عشان يحتفل بالانجاز اللي عملوا وبيجي لهم واحد اسمه جاي بيطلب من مورف انه يتكلم معا على انفراد بخصوص شغل فبيقوله مورف ان اللي قاعد معهم دول هم فريقه ولو عنده حاجة عايز يقولها يبقى يقولها قدامهم كلهم فبيبدأ جاكي يقدم نفسه وبيقول انه شغل على طيارة دورية فوق الخليج ومن شهر شاف سفينة كبيرة ظهرت فجأة في المحيط وحاول يتصل بها من خلال اللاسلكي لكن ما لقاش رد والسفينة موجودة في المياه الدولية علشان كده خفر السواحل ما لهمش اي سيطرة عليها وانها بعيدة عن مصار السفن الطبيعية وكان هيتجه للموضوع لحد ما شاف السفينة تاني من يومين طايفة في البحر بدون توجيه وتأكد انها مهجورة وانه جاي يعرض عليهم انهم ينقذوها مقابل انه ياخد 20% من قيمة باعة ايا كانت منها فبيطلب منه مورف انه يسيبهم شوية عشان يتكلموا سوا وبيعرض مورف عليهم الموضوع وبيقولهم ان السفينة ممكن تبقى فاضية وملاش لازمة وممكن تتقدر بالملايين ولانهم لسه راجعين من البحر نسبة كل واحد هيشارك في الرحلة هتبقى بالتساوي لانه نوع ينتهز الفرصة دي ولكن لو رفضوا جاك ساعتها هيبعت لأي فريق تاني وينساهم وبيبقى جرير زميلهم اكتر واحد معترض لان فرحوا بعد شهر بالزبط وابحارهم للسفينة ممكن ياخد اسبوع لوحده لكن بعد مشاورات كتير بينهم كل فريق بيوافقوا على انهم ينتهزوا الفرصة دي ويتحركوا على مكان السفينة فبينادي مورفوا على جاك وبيقولوا انه نسبته هتبقى عشرة مش عشرين وبيوافق جاك بشرط انه يروح معهم هو كمان للسفينة المهجورة وبيتفقوا كلهم وبيبدأوا رحلتهم وبيمشوا ايام في البحر وبيبقى سانتوس اللي بيتحكم في المركب بياخد باله ان السفينة قربت منهم لانه بيشوفها في رادار السفينة بتاعتهم فبينادي مورفوا بيقولوا يجيلوا فورا لكن السفينة ساعتها بتبقى اختفت من على الرادار وبيكون متأكد انه شافها لكنها اختفت فجأة وبتظهر السفينة قدام سفينتهم وبيحاول سانتوس انه يتفديها وبينجح على اخر لحظة قبل ما سفينتهم تتدمر وبيتصدم مورفوا اول ما بيشوفها لانه بيتعرف على السفينة وبيقول الفريق بتاعه ان السفينة دي المفروض انها اختفت من سنة 1962 ومن ساعتها وما حدش عارف ايه حصلها ولا اختفت فين لانها اختفت بدون اي انداء استغاسة حتى ومن ساعتها وكل قبطان وبحار بيدور عليها وما حدش لقيها وطبقا لقانون البحارة السفينة بقت ملكهم هما لانه هما اللي لقوها بعد اختفاء 40 سنة وبيطلع جزء من الفريق على السفينة عشان يتطمنوا انها سليمة وينفع يمشوا عليها وده لان الصدق ممكن يكون اكل الهايكل كله وبيفضلوا يتحركوا في السفينة بالراحة جدا لانهم مش ضمنين المكان اللي ماشيين عليه وبيدخلوا لقاعة السفينة وبيلقوا ان فيه ساعة شغالة واول ما بتوقف بترن بصوت عالي وكلهم بيتخضوا وبيكملوا ماشي في المكان وبتظهر لعبة الكلمات اللي كانت مع كيتي وهي على ترابيزة واللعبة بتتحرك لوحدها وبيتكتب عليها اهلا بيكو علامات ني السفينة وبيقولهم مورف ان السفينة كانت فيهم من الايام عليها 600 راكب من صفوة اوروبا وطقم السفينة كان بيتكون من 500 فرد وبيبقى جرير موجود في سفينة الانقاذ وبيحاولوا ان يتواصل مع مورف لكن الشبكة بتقطع وبيبقى ما فيش طريقة يتواصل بها معاهم وبيكون باقي الفريق ماشي في السفينة لحد ما بيدخل في ممر وبيقع منه ماندر لكن مورين بتلحقه قبل ما يقع وبتمسك فيه كويس وساعتها مورين بتاخد بالها من كيتي البنت الصغيرة وهي واقف قدامها وبصلها وبيبقى على الرغم من مرور 40 سنة الا ان كيتي ما بتكونش كبرت ولا يوم وشكلها لسه زي ما هو وبعدها بتختفي فجأة وبيحاول باقي الفريق نوم يسحبه ماندر قبل ما يقع ويحصل له حاجة وبتفضل مورين مش مصدقة انها شاف الطفلة قدامها في السفينة زي دي وبيكملوا كلهم ماشي لحد كبنت القائد عشان يشوفوا السجلات وبياخد دوت جباله من ساعة رقمية موجودة في الكابينة فبيقولهم ان سنة 1962 ما كانش فيه ساعات رقمية لسه وبيفهموا ان كان فيه حد قبلهم حاول يستولع السفينة وفشل لسبب مجهول وبيبلغوا مورف انهم هينزلوا السفينة بتاعتهم عشان يناموا وانما الصبح يطلع هيسحبوا السفينة دي معاهم وبيتجمع كل الفريق وبيسألهم مورف عن ازاي السفينة وصلت للمكان ده بيقولهم ان كان فيه زمان سفينة محمله قطن وكانت رايحة لندن وبعد شهرين من انطلاق السفينة ظهرت في ترابلس فما البحارين شافوها وطلعوا على السفينة ملقوش اي حد فيها ولا طاقم ولا قبطان وانه عد عليها ستين يوم ومشيت 6800 كيلو من غير ما حد يتحكم فيها وكأن الشبح هو اللي كان متحكم فيها وبعدها اختفى وان ما فيش اي دليل على اللي حصل السفينة اللي قدامهم وبعد ما بيخلصوا كلام كلهم بيروح يناموا لحد ما بيجي تاني يوم وبيقدر الفريق انه يكتشف الضرر الموجود في السفينة هو شرخ كبير في الهيكل وبيصرب مياه بكمية كبيرة جوا السفينة نفسها وقدامها مدق سيارة وتغرق بعدها وبيقرروا انهم لازم يصلحوها باسرع وقت ممكن بالامكانيات اللي معاهم وما حدش فيهم يبلغ عنها دلوقتي لحد ما يصلحوها ويقدروا يحركوها عشان يثبتوا ملكيتهم عليها وبكده ما بيكونش حد عارف مكانهم وبيطلع كل الفريق على السفينة معا دسانتوس اللي بيفضل على سفينة التقم لوحده عشان يصلح المطور بتاعه ويجهزها لجر السفينة الكبيرة وراهم وبيقسمهم مورف كل واحد فيهم يعمل حاجة على السفينة عشان ينجزوا وبتتحرك مورن في السفينة لحد ما بتوصل لحمام السباحة وبتاخد بالها نفي طلقات رصاص موجودة في الحيطة فبتنزل في حمام السباحة وبتحاول تفهم اللي حصل في المكان وما بتطلع من المكان بتلاقي ان الكاتي وقفة في وشها فبتتخدم مورينة وبتقع على دهرها ومن قوة الوعها بتتعور في راسها والدم بيقع على الارض لكنه بيتسحب فورا جوا الشقوق وبيظهر جاك قدام مورينة عشان يسألها عن اللي حصل لها فبتحكيله انها شافت بنت صغيرة قدامها واختفت فجأة وبيمشوا بعيدة عن حمام السباحة اللي كل الاماكن فيه بتبدأ تنازل دم كتير لحد ما بيتميلي دمه ومليان جسس جواه وبيكملهم ما الاتنين ماشي لحد المخسلة بتاعت السفينة وبتفتح مورين بوابة قدامها عشان تتأكد ان ما فيش مية وراها لكن بمجرد فتح البوابة بتنفجر فيهم مية فيها جسس كتير وبتمقال جسس بقلع شهر او اقل ومش مفهم مين دول وساعتها الباب اللي مورين وجاك جايين منه بيتقفل وبيتفتح لهم باب تاني وكاين السفينة بتجبرهم يمشوا في طريق معين لحد ما بيوصلوا لقودة فيها عربية مركونة قديمة وبيروح ناحيتها جاك وبيكون منبهر بيها لانها بقيمة ملايين دلوقتي وبتقوله مورين انهم لازم يمشوا حالا من السفينة دي وما يعودش فيها اكتر وقبل ما يمشوا من جنب العربية بياخدوا بالهم من حاجة بتتحرك جوا صندوق جنبهم وما بيفتحوا الصندوق بيقوله انها فرين وتحتها سباك دهب كتير جدا وبتدور مورين على مورفو والباق بسرعة عشان توريهم الدهب اللي لقيته وبتسمع صوت بيندهلها من تلكت المطبخ فبتدخلها عشان تعرف مصدر الصوت جاي منين وفجأة بتلاقي ان فيه شبحين بيهجموا عليها وبيفزعوها لكن بيطلعوا في الاخر مندر ودوجي بيعملوا مقلب فيها وبتجمعوا مورين كلهم عشان توريهم سنديق الدهب اللي لقوها بيقول مورف ان الدهب لوحده يقدر بـ 200 او 300 مليون دولار غير 8 السفينة اللي فيها وبيبقوا كلهم مبسوطين معادة جرير هو الواحد اللي بيخاف وبيقولهم ان اللي حصل للسفينة ممكن يكون بسبب الدهب ده اصل لغير الجسس الموجودة في السفينة واللي عمرها اقل من شهر بيأكد لهم ان السفينة دي ملعونة او مسكونة لغير انه سمع صوت مغنية في قاعة الرأس وكان متأكد ان الصوت حقيقي وبعد تفكير بيقرروا كلهم انهم ياخدوا الدهب بس ويسيبوا السفينة وبيبدأوا في تحميل الدهب على سفينتهم وبيجهزوا السفينة للتحرك وساعتها بتظهر كاتي على سطح السفينة وبتحاول توقفهم وبتشوفها مورين قدامها وفي نفس الوقت بتتفتح استوانت الغاز لوحدها اللي موجودة في الكابينة مع سانتوس واول ما الموتور بيشتغل بيعمل شرارة وبيولع في السفينة كلها وبيخالها تنفجر وبيترم جرير وموندر بعيد عنها وبيموت سانتوس بسبب الانفجار وبيرجعوا كلهم من تاني على السفينة المهجورة وما بيعرفوش هيتصرفوا ازاي بعد ما خسروا سانتوس زميلهم وبيبقى مورف محمل نفسه زن بموته وجرير مش مستحمل كل اللي حصل وبيقولهم انهم سبب اللي وصلوله بسبب طمعهم وغباءهم ولو كانوا يبلغوا خفر السواحل كان على الاقل فيه امل ان حد هيجي يدور عليهم انما دلوقت يبقوا تايهين في المجهول وكل واحد فيهم بيروح يقعد لوحده لحد ما يوصلوا الحل فبيروح مور في قودة قبتان السفينة وبيلاقي فيها ويسكي وبيفضل يشربه وبتروح مورين لسجلات ديوف السفينة عشان تدور على اي بنت صغيرة كانت موجودة على السفينة ومن حسن حصدها ان الاطفال بيكونوا قليلين جدا وبتقدر تحدد قودة كيتي وبتعرف انها كانت مسافرة لوحدها في الرحلة وبيروح جرير يقعد في قاعة الرأس وبيفضل يشربها كمان وبتبقى قدامه يفطى لمغنية اسمها فرانشيسكا وبيكون دودجي وماندر بيدوروا على الاكل في المطبخ وبيلاوا علب مقفولة فيها اكل صالح فبيفضلوا ياكلوا فيه لحد ما بيتحول كل الاكل لدود بيتحرك وده بيخليهم يرموه فورا من ايدهم وبتبقى مورين راحت لقودة كيتي عشان تدور عليها لانها متأكدة انها شافتها قدامها عايشة لكن بتلاقيها شنقة نفسها وميتها ومتحولها لهيكل عظم قدامها فبتحول مورين انها تخلع السلسلة للبنت لابساها وبتلاقي فيها صورة اهلها وقبل ما تقفل السلسلة بيظهر شبح كيتي من وراه وبيقول لها يا ريت ما تقفلش السلسلة لان بقى لها كتير ما شافتش اهلها وانهم اتنقلوا لنيويورك وهي كانت رايحة لهم من خلال السفينة لكن زمان اهلها ماتوا دلوقتي ونفسها تنضم لهم عشان تشوفهم لكنها محبوسة هي وكل اللي كانوا في السفينة ومش قادرين يتحرروا وبتشوف كيتي الدنيا من حواليها بتتحول لدم فبتترعب وبتقول لهمورين انها لازم تغرب فورا من السفينة وبتختفي فجأة من مكانها وبيكون مورف قاد في قط القبطان وبيلان القبطان بنفسه ظهر قدامه وبيديله ألبوم صور فيه سفينة كانت غرقانة وانه قابلها في طريق بحاره وقرر ينقذها ولقى فيها الدهب ونقلوا لسفينته وما كانش يعرف ان الدهب ملعون وهيقضي على سفينته كلها ويحاولهم اشباح ده غر ان السفينة كلها ما كانش فيها غير ناجي واحد بس وبيديله صورته واول ما مورف بيشوف الصورة بيتصدم لانه بيكون عارف الشخص اللي في الصورة وفي نفس الوقت بيكون جرير شايف فرانشيسكا ماشى قدامه وبتنديله واول ما بيقرب منها وبيحاول يلمسها بيقع في مكان الأسانسير وبينزل ميت وبتبقى مورين عمالها تدور على كيتي لكنها بتلاقي مورف قدامها فبتطمن عليه انه كويس لكن مورف بيشوفها على أساس انها سانتوس المية وبدل ما بيشوفها مسكة كشاف بيشوفها مسكة سكينة فبيهجم عليها عشان يقتلها لانه فاكرها سانتوس لحد ما بيجي لها جاك وبينقذها من ايد مورف وبيضربوا باللستوانة في وشه وبيفقد الوعي بعدها وبيحمسوا باقي الفريق جوا خزان لحد ما يفوق من السكر اللي هو فيه وبيفكروا في اللي هيعملوه وبيقرروا انهم يكملوا تصليح في السفينة لانها سبيل هروبهم الوحيد انه مختفي بقالوا فترة طويلة لحد ما بتلاقي كيتي من تاني وانما بتمشي وراها بتشوف جرير ميت قدامها وساعتها بتجيلها كيتي وبتقول لها انها عايزة توريها حاجة مهمة واول ما بتلمسها بيرجعوا الوقت السفينة اسناء رحلتها وبتشوف مورين الضيوف قدامها وهما مستمتعين بوقتهم وبتشوف ان طاقم عمل السفينة قتل الطبخين وحط سمي فران في الشربة للضيوب وقدمها لكل السفينة عشان يقتلهم والمجموعة اللي كانت بترقص ماتوا بالسلك الحاد اللي عادة من خلال جسمهم واسامهم وما جريت عشان تروح لقودتها لقيت ان الطاقم عمل يقتل في الموجودين والاسلحة توزعت عليهم وعدمه كل الموجودين وكل اللي حصل كان بسبب الدهب الموجود عليه من طاقم السفينة كان في الاصل اصابة مخططة لسرقة الدهب وما ما تبقاش غير الاصابة واحد منهم قلب عليهم بامر من فرانشيسكا المغنية وقتل كل صحابه هو كمان وبعدها فرانشيسكا طلعت مسدسة وخلصت عليها لانها كانت متفقة مع حبيبها انهم يستولوا على كل الدهب وبعدها حبيبها قتلها عن طريق انه علقها في خطف من رقابتها وخلص عليها وبنكتشف ساعتها ان حبيبها ده هو جاك اللي جابهم للسفينة من الاول خالص وانه ورا كل اللي بيحصل ده وانه جاك شبح اصلا ومسؤول عن تجميع ارواحهم وبتجري مورينة على الخزان اللي مورف محبوس فيه وبتلاقي ان الخزان اتمال مية ومور في مية فيه غرقان بيبقى مسك في ايده الصورة للقبطان ادهاله وبيكون فيها جاك وبتفهم ان جاك جايبهم مخصوص عشان يصلحوا سفينته ويرجع يجمع ارواح من تاني وبتروح بسرعة على دودج عشان تحذروا من جاك لكنها ما بتلحقش لان جاك بيكون مع دودج فبتبلغوا مورين انهم ما يتحركوش من كابنت القبطان حد ما بتلاقي ماندر وتجيبه وبتدل دودج بندقية عشان يحمي نفسه بيها واما بتروح للمكان اللي فيه ماندر بتلاقيه ميت بسبب انه مطور السفينة اشتغل وهو جنبه وسحبه ناحيته وفرمه وبيبقى جاك عايز يسيب دودج ويمشي لكن دودج بيمنعه وبيتخنقه مع بعض لحد ما دودج بيقتله بالبندقية وبيمسل جاك انه ميت وبتبقى الرصاصة اصلا ما اصطلتش فيه وبيروح دودج المورين عشان يقولها اللي حصل فبيلاقيها بتجهز لتفجير السفينة بكل اللي فيه لان السفينة ما ينفعش توصل للمينة لكن دودج ما بيصدقش كلامها وبيحاول انه يمنعها من اللي بتعمله لكنها بتفضل مصرة وساعتها شكله بيتحول وبيرجع لشكل جاك من تاني وبيبقى منتحل شخصية دودج على امل انه يؤثر على مورين لكنه بيفشل وبيقولها انه شيطان بيجمع الارواح لما هي بيتجمع السفن المهجورة وانها لو فجرت السفينة دي هو مش هيتأثر وهيكمل تجميع ارواح وبيحاول جاك انه يرميها في المياه ويقتلها لكنها بتقدر انها تفجر السفينة وبيموت جاك وكل الارواح المحبوسة في السفينة بتتحرر اسناء غرقها وبتظهر كتي المورين عشان تساعدها في معرفة الطريقة اللي تخرج بها من السفينة قبل ما تتصعب معها للقوع وبتفضل مورين طفي على صندوق في البحر لحد ما بتقابل سفينة كبيرة بتنقذها واول ما بيوصلوا للمينة بتكون فيه عربية اسعاف مستنياها وبتشوف قدامها سنديق خشب شبه اللي كان فيها الدهب بتتحمل من جديد على سفينة جديدة وبيبقى وراهم جاك عشان يكمل حصد الارواح وبتحاول انها توقفوا لكن ما بتلحقش ده كتبوا يوسف ابراهيم وسجلوا محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني ومنتجوا محمود مجدي وما تنسوش تعملوا فلو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفلو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفلو صفحة هكونة مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الأنيمي والكارتون سلام